اشتركوا في القناة ولد قآني في مشهد شمال شرقي ايران وهي المدينة نفسها التي ينحدر منها خامنئي وقد شغل المناصب قيادية بالمدينة قبل ان ينتقل الى فيلق القدس مع تعيين سليماني قائدا له عام 1997 لا يختلف قآني كثيرا عن سليماني الذي جمعته به صداقة قوية منذ عام 1982 واصبح نائبا له فقد عرف بمواقفه الحادة تجاه الولايات المتحدة وتقليله من قدرتها في مواجهة قدرات بلاده العسكرية وفي اول تصريح له بعد قرار تعيينه توعد قآني بالرد على اغتيال سليماني وقال اصبروا قليلا لتشاهدوا جثامين الامريكيين في كل الشرق الاوسط